السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنبدأ اول حاجة في الروتوكات بعد ما تعلمنا الاسياء هناخد دلوقت ان شاء الله أمبرلاين بسم الله الرحمن الرحيم طيب عندنا كذا طريقة طبعا انت بتكتب وراي عشان يعني مش كل شوية هنبه في دكتور اسمه مجلس شعلى رجل محترم قال كلمة جميلة قوي بيقول انه الكتابة قيد والسمع صيد اوكي فياريت تكتب عشان تكتب انا هننسى طيب بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة line هو عبارة ان امر خط بينجيبوا منين الامر ده ياما بينجيبوا من على ايدك الشمال اهو قيمة درو المفتوحة يا اما من درو line وترسم line اوكي طب بنرسم line ازاي بنرسم line بنرسم line ايه بنرسم line بان احنا بنختاره نختار الخط يقولك specify first point اختار النقطة الاولى طيب عندنا حكتين ممكن يعمله ياما اختاره ايدي اولا نقطة الاولى يقوله next اولا اهي خلاص كده وهو مش بيطلع من الامر غلما انت بتقوله يقولك next يلا next اهو next تمام عايز اطلع من الامر يبقى اقوله escape يبقى اقوله enter escape مثلا تلع من الامر لو عايز ارسم line من اول وديد اقوله enter اهو هيجب لي اخر امر كنت واقف عليه line specify first point وهكذا طيب بيطريقة الرسم له من غير احداثيات انا برسم عايتي برسم رسم كده طيب انا عايز ارسم بقى معايا احداثيات فقط نفترض مثلا احداثي اه 1000 و 1000 خلينا 1000 و 1000 عشان ابقى بعيد شوية لو معايا احداثي 1000 و احداثي 1000 اه لا احداثي 1000 و احداثي 1500 و 1400 طيب اختاره line من draw اهو ممكن من هنا او ممكن draw line اهو مثلا 1000 كما 1000 كما 1000 كما دي زي ما قلنا اللي هي ايه اللي هي حرف الوقف في الكيبورد لما هو يقولك 1000 و 1000 ما تحركش نقيتك بالموس عشان انت كده هتضيع له اللي هو كان موقفك فيه بص دحت نبقى انا في مكان تنيه خاطص عن فكرة بعيد قوى عن الفرمات لا خلينا في حاجة قرائبة تصدد او اهو 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 طيب تمقى تعالوا نشوف حاجة تانية لو انا عندي الطول بتاع اللاين ده مجهول خارينك انا نركز فراسمة اللي قدنا دي انا ماش معايا طول اللاين ده بس معايا المركبة الافقية والرأسية للخط ده اللي هي العشرة والخمستاشر من الدفاع وخمستاشر والافقية بتاعه لحد النقطة دي عشرة اعرف ارسمه قالك ايو يا طبعا تي اعرف ترسمه بس عنده ده حاجة بسيطة قوي قبل ما تتعلم اكيف ترسم دي شبكة الاحدثيات بتاعتنا في موجب موجب سالب سالب الاربعة تاربعة بتاعنا الربع ده موجب وموجب السين موجب والصاد موجب هنا السين موجب والصاد سالب هنا سالب وسالب هنا سالب وموجب اوكي يبقى احنا كده الكوردينيس بتاعاتنا واحنا بندخلها نبقى عاملين حشابنا على الموضوع ده بمعنى اننا لما اقول له المركبة بتاعت الخط ده هقول له دي في الاتجاه لفوق تبقى خمستاشر ودي في الاتجاه اليمين تبقى ايه تبقى موجب يبقى هنا موجب وموجب موجب بخمستاشر وموجب بعشر احنا في الربع اللي فين ربع اللي فوق طب انا جيت هنا ده عشان انا في النقطة دي بص لاحظ معايا احنا في الربع اليمين طب لو انا جيت هنا كنت برسم وانا واقف هنا هيبقى في الربع الكام في الربع التالت اللي هو سالب وسالب طب هنا يبقى في الربع اليمين بس يمين انهي اليمين من تحت اللي هو في موجب وفي سالب طيب الكلام ده ان شاء الله ان شاء الله يكون واضح المرة الجاية هنشرح مع بعض هنكمل اللي